الفجر قدامكم الموقع بتاع خالد البلشي اهو قدام حضراتكم اذن الكلام ده يوم السبت الضغر الكلام ده اللي كاتبه خالد البلشي اتناشر واحدة اللي عاشر واحدة اللي خمسة بالدقيقة اهو ده موقع خالد البلشي عدو مجلس نقاب صعفيين رئيس تحرير الموقع ده والمسؤول عنه والليشغالين فيه كلهم معروفين يعني مش كلامنا دلوقت مش وقت الكلام ده مين وكده ولكن بقول له هياكو الموقع ده كده بالكلام ده الضغر مش بالليل مش مساء السبت لان هما قالوا ايه يوم السبت بالليل طب ده اللي كانت بخالد يبقى حد ايه يا جماعة وفي الوقت ده اعلنوا ان هما اعتصموا في الوقت ده من النقابة عشان تبقوا عارفه وهو ايه قادي العنوين اللي هما معطردين على الضبط والاحضار بقت النقابة مأوى لا النقابة عمرها ما كانت مأوى ولا ملجأ ولا ومحدش يعترض عن نيابة محدش يعترض عن نيابة العامة ده ايه العنوين اعتراضا اعتراضا على ايه وانت بتاخد ناس وانت عارف العنوين دي العنوين دي في حد ذاتها ده موضوع اخر اعتراضا على قرار عمره يا السلام هو فيه سلطة في البلد فيه سلطة القضاء فيه سلطة في البلد فيه سلطة النائب العام لانه كان الموضوع مفتكرين ايه كانوا فاكرين الحكاية السيبة إنه محدش هيقدر يقرب من النقابة ولا ولا حد هيقدر يقرب من أي حاجة لا أمام النيابة العامة مفيش حصانة أنا بقوله هو أمام النيابة العامة لا حصانة في قضايا إرهاب لأنه دي قضية إرهاب دي مش قضية نشر وحد يفتكر واتحك عليه وقول لك قضية نشر ملاش علاقة بالنشر لأقضية نشر كان كل الناس راحت قعدت في النقابة حرية تعبير ولا لها علاقة بالرأي ولا التعبير ولا الناشط خالص قضية إرهاب إرهاب يا من كنتوا تدفعوا عن ناس مطلوبة على زمة قضاء إرهاب زي ما دفعت على الإخوة الإرهابين المجرمين عيب عليكم والله والله عيب عليكم وطبعا في ناس يعني ما علينا مش وقته ده كلام الدخلية المذكرة الرسمية لبعثتها الدخلية بتؤكد فيها عن طبعا وأكد الدخلية في الآخر إنها تؤكد على احترامها لكافة مؤسسات الدولة والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني وذلك يرتكز على النهج الديمقراطي للدولة وأن جهاز الأمن يقف على مسافة واحدة من كافة مؤسسات تأكيدا على مجاء بالدستور من أنه في خدمة الشعب بما كافى له الدستور من استقلال النقابات المهنية في إطار موثيق الشرف الأخلاقي والمهنية وبما يكفل موارستها لنشاطها بحرية ده كلام الدخلية النهاردة اللي أرسل لمجلس النواب اليوم وأتمنى أن هذا الأمر ينتهي بإذن الله يبدو أنه إن شاء الله ينتهي وأنه مجلس النقاب الصحفيين يعرف أنه أخطأ في حق أولا حق الشعب أخطأ في حق المهنة أخطأ أمام جمهور الصحفيين لأنه المجلس لم يكن أمينا ولم يكن صادقا لما طلع بيانه ولما ادعى أنه حصل اقتحام ولما زعم أنه ما بيأويش ولما قال أنه بيأوي لما قال أنه الاثنين صحفيين اتضح أنه واحد ما لهش علاقة بالمهنة على الإطلاق طب أنت عندك عمر بدل طب السق علاقته بالنقابة إيه علاقته وإزاي يا جماعة جرائد ومواقع تشغل ناس يعني إزاي وإزاي بتشغل ناس مطلوبة للعدالة أصد وإزاي بتشغل ناس عندها ثوابق يعني بشوف جرائد كده كتير جدا مشغال ناس ثوابقها ثوابق في البلطجة وإجرام وإرهاب وتخريب ومخدراته إزاي يعني؟ من إمتى يعني؟ أرجو 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 أنه مجلس النقابة الأولوية عنده يراجع يراجع الثلاث تلاف واحد اللي داخل من 2011 لحد النهاردة يعني مجلس النقابة بجد بجد يراجع الثلاث تلاف وبكرة عندي حلقة كبيرة جدا جدا عن النقابة وعن تقارير للنقابة والمجلس على الصحافة قلت لكم بار الحكاية دي وناس عمليني النهاردة تليفونات تليفونات قالوا لي بلاوي قد كده بكرة هيتكلموا الناس دي كلها هتتكلم الناس الناس ما بياخدوش فلوس ولا بياخدوا حتى المعاش بتاعهم بقول لحضراتكم حلقة بكرة كلها مخصصة لكم كل مشاهديننا اللي هم يعني يقولوننا كل اللي عندهم كل اللي عندهم وعندنا بكرة هيكون كلام مهم جدا في هذا الأمر نهاردة ترجمة نانسي قنقر